موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحييكم ورحمة الله وبركاته بشكل طبعا في نازل سعلى أسوأ يوم 17 2016 الموافق يوم 4 بإذن الله طبعا زي ما احنا شايفين عندنا الدهب كان فيه ترند هابك كبير بالمنظر احنا شايفين وده ومازال هو بيتداول أسفل الترند الحالي طبعا كان فيه محاولة النهاردة للكسر لكن طبعا لا سيولة كبيرة انها تقدر تكسر المنطقة الحالية خصوصا في وضع قوي لدولار او وضع مؤهب لشراء الدولار خلال الفترة الجاية في حال طبعا رفع سهر الفايدة سيكون فيه قوة كبيرة للدولار هذا بالنسبة للدهب كمان الفترة الحالية هو بتداول تحت مناطق الـ 1070 وحنا شايفين تزبزب كبير جدا حوالي مناطق الـ 1070 مناطق قوية بالنسبة للدعم او المقاومة الحالية فبالتالي البيع او الشراء بيكون حذر فيه ويكون قرار صعب طبعا بالنسبة للدهب برضو بننتظر الـ 680 مهمة جدا تطلع من الفيدرالي عقب الاعلان عن الرافع سعر الفايدة اللي هتتكلم على الخطة الجديدة دي 2017 هل هيكون فيها اكتر من رفع سعر الفايدة هل هيكون فيها سياسة جديدة سياسة مالية جديدة كل الكلام ده ان شاء الله هنعرفه فيه عقب الاعلان عن موضوع رفع سعر الفايدة ده بالنسبة للدهب بنبص على اليورو مقابل دول طبعا اليورو زي ما احنا شايفين تداولات برضو سلبية النهاردة طبعا يمكن التداولات دي مفهومة يمكن الصعود هو اللي كان يعني بيبع عليه علامات استفهام خصوصا في الوضع الحالي ولكن الهبوط النهاردة وتصحيح ليه يوم كان فيه موجة من الصعود عقب الجاب اللي حصلت دي طبعا يمكن الهبوط كمان كان النهاردة انجل اميريكي بتتكلم على الخروج او مفاوضات الخروج انها مش هتكون سهلة يمكن دي كانت بوينت مهمة جدا مفترض لحن نركز عليها يمكن كمان كانوا بيتكلموا على ان يعني لو المملكة المتحدة عايزة انها تخرج فبالتالي لازم انها يعني ما تطلبش اكتر من المحدد لها فبالتالي يعني كل الكلام ده بيشير الى مشاكل قادمة بالنسبة لي المفاوضات طبعا ده بالنسبة لي اليورون بصوا بسرعة على الجنيه السترليني بما اننا ابتدائنا نتكلم على الجنيه السترليني وحديث انجل اميريكير طبعا ممكن حشوفنا كمان نهاردة كاسر التشانل دي طبعا التشانل دي بتدعم فرص الوصول لمناطق الواحد بوينت خمسة وعشرين تاني اللي احنا شايفينها طبعا في حال ان استمر الاداء السلب لجنيه السترليني على هذا الحال مهمة جدا هي المنطقة اللي هي 1.27716 منطقة مهمة جدا في حال الارتداد ده هيكون عندنا وقفة عند المنطقة دي ده بالنسبة لي الجنيه السترليني والتوقعات بتاعتهم ممكن كمان نقدر اللي احنا نتداول فيه على فريمات صغيرة بيكون افضل خصوصا مع الوضع الحالي نبص بسرعة على ممكن احنا اشار مبالح على منطقة مهمة جدا وهي المنطقة السعرية دي المنطقة السعرية دي مهمة جدا وكان طبعا زي ما نشوف انه كان بيتوافق معها الحد العلو للقناة والمونطقة المقاومة 0.74947 مهمة جدا طبعا السوق ارتد منها زي ما احنا شايفين بالنظر ده طبعا نبتدى انه هو يتداول عند الحد الادنى ليه التشانل الى قدامنا دي طبعا يمكن فيه جزئية مهمة جدا لازم احنا ناخد بأدنى منها انه كان صادر فيه امس البيان الاحتياطي الاسترالي اللي بيتكلم على رفع سعر فايدة او الاستيتمنت بتاعت رفع سعر فايدة واللي اتكلمت كمان عن طبعا كان فيه ثبات عند 1.5% طبعا يمكن مش ده المهم ولكن المهم هو الاستيتمنت اللي طلعت دي بتتكلم على ان معدل النمو قل فيه 2016 ومعدل النمو كمان متوقع انه هو يقل فيه 2017 طبعا يمكن ده بيتكلموا على بسبح حادث عدم اليقين اللي موجودة حاليا والتزبزبات اللي بتشوفها الاسواق المالية طبعا يمكن دي مشكلة كبيرة جدا متواجهة الاسترالي يمكن ممكن نشوف يعني مزيد من الكسر او الكسر دي منطقة المتوسط دي طبعا بعد كسر منطقة المتوسط هيكون عندنا اكتر من المنطقة سهلة جدا لحنا نوصل لها ممكن منهم منطقة 23.6 او مناطق 0.76635 او في حالة طبعا ارداد من المناطق الحالية هيكون طبعا عندنا منطقة التالية هي منطقة 0.74947 وما يليها من مقاومة طبعا ده بالنسبة دي الاسترالي والوضع الحالي بتاعه طبعا زي ما احنا شايفين ده فريم النص ساعة احنا بنحاول لحنا لقد نقدر نحاول نحنا نخرج بحيث اللي احنا نجيب يعني الرؤية الاقرب للتداول قطاع اليوم ده بالنسبة لليورو مقابل اليورو مقابل اليورو الياباني طبعا بعد كسر القناة دي نقدر لحنا نمسحها كان فيه طبعا يعني مزيد من الهبوط بعد كسر طبعا احنا نشوف ان الهبوط دعت مع بداية اليوم طبعا يكيد كتير ملحقش ان هو يستغله ولكن خلينا نقول الفترة الحالية اللي بنمر فيها يمكن زي ما احنا شايفين يعني تداول وتزبزب عند منطقة مهمة جدا هي منطقة 121.60 طبعا منطقة مهمة جدا في حال طبعا اختراقها هيكون عندنا الدعم التالي او الدعم التالي اللي عند منطقة 122.730 منطقة مهمة جدا طبعا في حال عدم الكسر احنا بنقدر احنا نقول انها هيكون عندنا المستوى التالي وهو الهاي التانية اللي هي عند منطقة 122.9 ده بالنسبة لي اليورو مقابل اليين اليابان طبعا اليين هو الاضعف حاليين طبقا ده السياسة اللي بيستعملها او اللي بيستخدمها المركز الياباني فبالتالي احنا بنشوف ان يعني اليورو في رغم ضعفه احنا بنشوف انه هو بياخد تريند صاعد يمكن احنا شايفين تريند الصاعد ده بقاله فترة وبالتالي يعني ده سياسة اليين الياباني وده وضع اليورو اللي هو ضعيف قادر انه هو ياخد تريند صاعد قدام اليورو طبعا بتوقع تداريات اليورو مقابل اليين كويسة جدا خصوصا مع التزبزبات اللي احنا بنشوفها يمكن مع كل التزبزبات او كل تصحيح يعني بيبقى فيه فرصة كويسة جدا للناس تقدر انها تستغل مناطق زي دي طبعا ده كانت النظر الاخيرة بالنسبة لنا على اليورو مقابل اليين بتمنى لكم ان شاء الله يوم سعيد بإذن الله وتدولات مليئة للأرباح شكرا والسلام عليكم وحتى وبركاته